اشتركوا في القناة وقره الله وأيداه بعد اقتراح من السلطة القدائية هنيئا له بهذا التعيين وبهذه التقاء خلفا للأستاذ خالد خلقي الرئيس السابق الذي كذلك نتمنى له حض موفق في تعيينه بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط وكذلك باتقاء المولوية وقرار السلطة القدائية بالنسبة لأستاذ خالد رشيد عبد الكبير كنت من نوليه التوفيق في المهام دياله وغادي نكون عاون له إن شاء الله كما سبق لأنه كيفما كتعرفوا بأن النيابة العامة بمدينة المحمدية أبانت على مجموعة من المجهودات اللي أعطات اضطمار ديالها ووخدات مبيل المراتب الأولى في تصفية ديال الإنجاز ديالها وديال المخلف نتمنى له التوفيق إن شاء الله وغادي نسيرو بهد المرفق العام باش نوصلوه للنجاعة القضائية المتوخات من طرف المسؤولين ديالنا وشكرا لكم للفدور بس وتبرتجيوه مع أصحابكم